كابتن ريدا عبد العيل قال كلها ثلاث شهور وتمثال العجوى والعسل اللي عم ننهوله يسيح أهم عشان كده واخد ثلاث كاس عالم واخد بثلاثين مع النادي الأهلي والحمد لله الحمد لله مساعدة زمايلي طبعا عشان كده زم هو بيقول احنا هنا في مصر تتلاث رديت عليه قصفت جابهته وقلت له يا هجاس احنا دايما في مصر هنا نحب الشو ونحب الدحك انه ما بلاقي اي حد بيقول اي فيه فخلاص هركز معاه فهو ده موجود عشان كده ما احترامي الكابتن رضا عبقال طبعا انا بحبه بس فعلا يدحكني يعني فعلا فيه حاجات بيقولها بيدحك ومر برضه بتجربة شبه تجربتك شوية لا لا راح من الزمالك للأهلي اوكي في الفترة في الفترة زمان اوه يعني هو عدت بتجربة مشابهة بس امكي انا اصعب شوية ليه اصعب اكيدة عشان الظروف اللي انا مريت بيها عشان انت اللي اخترت اكيد طبعا هو اتباع هو النادي باعه انت اللي اخترت انت اللي اخترت انت اللي خدت القرار وخدت بصدته انا اللي خدت القرار طبعا ليه وصفته بالهجاس انا قلتلك علشان هو 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 الناس عندنا هنا بيحبوا ترند بيحبوا ان انا مثلا لما لدي حد بيقطع في حد او مثلا حد بيتكلم على حد فانا لا انا خش اشوف عشان هتحك فهو موجود عشان كده يعني هذا الكابتور مع احترامي ليه ومع احترامي لتاريخه انا بحبه والله والله العظيمة فيه حاجة من جوايا للكابتور داعب اقول انا بحبه جدا بس انا اذا ما هو طلع يتكلم علي عادي انا قلت عليها هجاس وفعلا هجاس بس هو محلل ونجم قروي كبير واكبر منك في السن ومهنيا من حقه يقول رأيه وعنده تجربة وخبرة لما هو اكبر مني في السن لا اذا ما احترامه هو ما يعرفنيش ولا انا اعرفه يعني على مستوى الشخصي اه بس محلل ماشي بيتكلم عن العيب كورة وانا عادي ايه المشكلة يعني انا لاقي حد بيهاجمني بيحلل الموقف انا اقلت ايه برضو انا اقلت ايه برضو يا هجاس ايه المشكلة هجاس هتشهر بيها هتشهر بيها هتشهر بيها انت اللي شهرت كابتن ريدا عبدالعلم لا افي أيها القالة لا أفضل ايه المشهور الأب كابتن ريدا معشهر و���ت Zone انا ما أولا ايه العلم انا وبحبكين عبدالعلم ابن الله لا بعيد Fox ولكن فيه كلام يقوله ما ينفعش يقوله بالله ليس عالي هناك لعيبة ثانية انا مثلا ما بتأثر شاكل الدكتور لا يتكلم من هنا لهما 오늘 لك�た nhà Help لبقاء لان هم بيقيا لقطة قلت لي الدكتور النفساني يعلمك ايه؟ لا والله فعلا انا بحب الكافترة عبدالله ما فيه حاجة من نياتي بس فيه كلام بيقوله ما ينفعش يقوله مش علي انا بس فيه لعيبة تانية يعني انا مثلا ما بتأثرش بالكلام ده ما ما يتكلم من هنا البكرة فيه لعيبة تانية ما ينفعش انه يطلع يتكلم عليهم لان هم بياخدوا جواهم فبطبع ما يعرفوش يركزوا في الملعب بيتأثروا فيه ناس بتتأثر انت ما بتتأثرش عشان بترد؟ لا والله حتى لو مردتش والله ما بتأثر بحاجة خالص والله